بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه الماتفة تفسير سورة الرحمن لابن كثير قراءة أحمد عزت مواصل القراءة في تفسير ابن كثير المجند الرابع الصفحة التاسعة والستين والمائتين ونبدأ مع تفسير سورة الرحمن وهي مكية قال الإيمان أحمد حدثنا عفا حدثنا حمان عن عاصم عن زر أما ربنا قال كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير آسم أو أسم فقال كل القرآن قد قرأت قال إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال أهذا كهذا الشر لا أبالك قد علمت قرائنا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرأت التي كان يقرم قارينتين قارينتين من أول المفصل وكان أول المفصل بن مسعود الرحمن وقال أبو عيسى الترمذي هدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم والسعدي هدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن منكدر عن جاب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشريء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حكي عن إنه أحمد أنه كاننا يعرفه ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا وعواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمر بن نملك عن الوليد بن مسلم وعن عبد الله بن أحمد بن شبوي عن هشام بن عمارة كلاهما عن الوليد بن مسلم به ثم قال لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه وقال أبو جعفر بن جريل حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمر بن مالك البصري قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرئة عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم قال وما ذاك يا رسول الله قال ما أتيت على قول الله تعالى فبألي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب ورواه الحافظ المزام عن عمر بن مالك به ثم قال لا نعلمه يروى عن نبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والمجن والشجر يسبدان والسماء وفعها ووضع النزام ألا تطنعوا في النزام وأقيم الوزن بالقسك ولا تخسروا النزام والأرض بها لأمام فيها فاكهات والنخل ذات الأكنان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الحسن يعني النطق وقال الضحاك وقتادته وغيرهما يعني الخير والشر وقول الحسن ها هم أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من وعضائها من الحرق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها وقوله تعالى الشمس والقمر بحسبا أي يجريان متعاقبين بحساب مقنم لا يختلف ولا يطلب أن الشمس ينبلي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق نهره وكل في فلك يسبحون وقال تعالى فالق الأسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وعن أكرمة أنم قال لو جعل الله دور جميع أرصال الإنس والدن والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي ونور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا أرواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى والنجم والشجر يسجدون قال ابن جليل اختلف المفسرون في معنى قوله والنظم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق فروا علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال النظم من بسط على وجه الأرض يعني من النبات وكذا قر سعيد ابن جبعيب والسديد وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جبير رحمه الله تعالى وقال مجابد المجمو الذي في السماء وكذا قال الحسن وقتاده وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والداب وكثير من الناس الآية وقوله تعالى فالسماء أرفعنا وعضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهكذا قالها هنا ألا تطغوا في الميزان أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قال تعالى وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِي وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ أي لا تدخص الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِلِ الْمُسْتَقِيمِ وقاله تعالى والأرض أضعها للأنام أي كما رفع السماء وأرضع الأرض ومهدها وأرساها بالجلال ورسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلارق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد الأنام الخلق فيها فاكهة أي مختلفة الألوان والطعون والروائح والنخل ذات الأكمام أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا والأكمام قال ابن دريج عن ابن عباس هي أوعية اطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرى ثم رطبا ثم ينضذ ويتناهى وفعه واستواءه وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر بن علي الصوافي حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعبي قال كتب قيصه إلى عمر بن الخطاب أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعلت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرود الأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تينع فتنضج فتكون كأطيل فألوذج أكل ثم تيبس فتكون أسمة للمقيم وزادا للمسافر فإن تكون رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة فكتب إليه عمر بن الخطاب من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقك هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين وقيل الآكامر ورفاتها وهو الليك الذي على عمق نخلة وهو قول الحسن وقتاده والحبذ العصف والريحان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والحبذ العصف يعني ابتدن وقال الأوفي عن ابن عباس العصف ورق الزراء الأخضر الذي قطع رؤوسه فهو يسمى العصف إذا يبس وكذا قال قتادة وضحاك وأبو مالك عصفه تبنه وقال ابن عباس ومجاذب وغير وافد والريحان يعني الورق وقال الحسن هو ريحانكم هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وريحان خضر الزراء ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالخلق والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة وريحان وهو الورق الملتف على ساقها وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزراء بقلا وريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب كما قال زيد بن عمر بن نفيل في قصيدته المشهرة وقول له من ينبت الحب في الثراء فيصبح لهم المقل يهتز رابيا ويخرج منه حب في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان قاله مجند وعير واحد ويدل عليه السياق بعده أي النعم الظاهرة عليكم وأنتم مأمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جهودها فنحن يقول كما قالت الجن والمؤمنون به اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا عبي أي لا نكذب بشيء منها قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا بن رهيعا عن أبي الأسود عن روة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو لكم قبل أن يصطع بما يؤمر والمشركون يستمعون فبأي آلاء عبكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء عبكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء عبكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بلا يبغيان فبأي آلاء عبكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء عبكما تكذبان وله لجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء عبكما تكذبان يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجن من مارج من مارج وهو طرف لهبها قاله الضحاق عن ابن عباس وبه يقول أكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد وقال الأوفي عن ابن عباس من مارج من نار من لهب النار من أحسنها وقال عليهم أن يطرحة عن ابن عباس من مارج من نار من خالص النار وكذا قال أكرمة ومجاهد والضحاق وغيرهن وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرية عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق في الملائكة من نور وخلق الجاني من مارج من نع وخلق آدم مما وصف لكم وأراه مثل عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به وقوله تعالى فبأي آلاء يربكم وتكذبان تقدم تفسيره رب المشيقين ورب المغربين يعني مشرقين الصيف والشتاء ومغربين الصيف والشتاء وقال في الآيات الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمرارب وذلك باختلاف مطار الشمس وتنقلها في كل يوم وبرودها منه إلى الناس وقال في الآيات الأخرى رب المشرق والمرارب لا إله إلا هو فاتخذه أكيلا وهذا المراد منه جنس المشارق والمرارب ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمرارب مصارق للخلق من الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله تعالى مرض البحرين يلتقيان قال ابن عباس أي أرسلهما وقوله يلتقيان قال ابن زيد أي ملاعهما أن يلتقي بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفرسل بينهما والمرارب قوله البحرين الملح والحل فالحل هذه الأمهار السارحة بين الناس وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرض البحرين هذا عذب فراط وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وقد اختار ابن جرير ها هنا أن المرارب البحرين بحر السماء وبحر الأرض وهو مروي عن مجاهب وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزين قال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض وهذا وإن كان هكذا لكن ليس المرارب بذلك ما ذهب إليه فإنه لا يساعده النف فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ الله بغيانا أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لألا يضغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزينه عن صفته التي هي مقصودة منه وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا وقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما فإذا وجب ذلك من أحدهما كفى كما قال تعالى يا منشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم والرسل إنما كانوا في الإنس خاشة دون الجن وقد صح هذا الإطلاق واللؤلؤ معروف وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ قاله مجام وقتادته أبو رزيم والضحاك وروي عن علي وقيل كباره وجيده حكاه ابن جريب عن ضعب السلف وروه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن أمس وحكاه السدي عن من حدثه عن ابن عباث وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومره الهمداني وقيله نوع من الجوازر أحمر لون قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله قال المرجان الخرز الأحمر قال السدي وهو الكسد بالفارسية وأن قوله ومن كل تأكلون لحمة طريا وتستخدمون حلية تنبسونها فاللحم من كل أجواج والعذب والحلية إنما هي من المال حدون العذب قال ابن عباس ما سقطت قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤ وكذا قال أكرمة وزاد فإذا لم تقع في صدفة نابتت بها عن بره وعلي من غير يوجه عن ابن عباس نحوه وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سناب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أمطرت السماء فاتحت الأصداث في البحر أفواهها فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ اسمه صحيح ولما كان اتخاذ هذه الحية نعمة على أهل الأرض انتنى بها عليهم فقال فبأي آلاء يا ربكما تكذبان وقوله تعالى وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر قال مجاهد ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت وقال قتابه المنشآت يعني المخلوقات وقال غيره المنشآت بكسر الشين يعني البادئات كالأعلام أي كالجبال في كبارها وما فيها من المتادر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم لما فيه صراح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضاعة ولهذا قال فلأي آلاء يا ربكما تكذبان وقال ابن أبي الحاتب حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم حدثنا العيزار ابن سويد عن عمرة ابن سويد قال كنت معاني بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شرائها فبسط علي يديه ثم قال يقول الله عز وجل وله الجواري منشآت في البحر كالأعلان والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا وضق أحد سرى وذهه الكريم فإن رب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا على قتابه أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكرنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وقال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وذه ربك ذو الجلال والإكرام وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هارك إلا وجهه وقد نعذ تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكقوله إخبار عن المتصدقين إنما نطاعمكم لوجه الله قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء ولما أخبر تعالى عن تساوي أهم الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله تعالى يسأله من في السماوات الأرض كل يوم هو في شأن وهذا إخبار عن إلاه عما سياه وافتقاه خلائق إليه في جميع الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في شأن قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يؤتي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرى ويرفر ذنبا وقال قتاده لا يستغن عنه أن السماوات الأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويعبي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريقهم ومنتهى شكواهم وقال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحمصي حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبلة هو الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابة ويأتي روابا ويقحم رقابة وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن محمد بن عمر الغزي حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثني عمر بن بكر السكسكي حدثنا الحالث بن عامدة بن عباح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا يا رسول الله وماذا كالشأن قال أن يغفر ذنبا ويفر جكابا ويرفع قوما ويرع آخرين وقال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمر وسليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوزير بن سبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال سمعت يونس بن ميسرة ابن حليس يحدث عن أبي الضرباء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ماما عز وجل كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرد كربا ويرفع قوما ويرع آخرين وقد عوه ابن عساكر من طرق المتعبدة عن هشام بن عمار به ثم ساقه من حبيث أبي الوليد بن شجاع عن الوزير بن سبيح قال ورد فيما علقه الوليد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن المبي صلى الله عليه وسلم فذكر قال والصحيح الأول يعني إسناده الأول قلت وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيرة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله أعلم وقال البزارة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ثم قال ابن جرير وحدثنا أبو كعيب حدثنا عبيد الله بن نونسى عن أبي حمزة الثماني عن سعيد بن جغير عن ابن عباس أن الله خلق لوحا محفوظا من درداء بلداء بفتاه يقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة ويحئي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء من فضلك تابع بقية المادة سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مرشن الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس لله شغل وهو فارغ وكما قال ابن حرك هذا وعيد وقال قتابه قد دنى من الله فراغ لخلقه وقال ابن دريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كمام العرب يقال لا أتفرغن لك وما به شغل يقول لا أخذنك على غراتك وقوله تعالى أيها الثقلان الثقلان الإنس والدم كما جاء في الصحيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين وفي رواية إلا الإن إلا الإنس والجن وفي حديث السور الثقلان الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذروا من أقطاع السماوات والأرض فأنفذروا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام الحشر الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله يقول الإنسان يومئذ أين المفار كلا ولا وزر إلى عبك يومئذ المستقر وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا قال تعالى يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتشران قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواذ هو لهب النار وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواذ الدخان وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع وقال أبو صالح الشواذ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان وقال الضحاك شواذ من النار سيل من نار وقوله تعالى ونحاس قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار وأوى مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان وقال بن جرير والعرب تسمي الدخان نحاس بضم النون وكسرها نحاس ونحاس والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة قول نابغة عن طريق جويب عن الضحاك أن نافع من أزرق سأل ابن عباس عن الشواذ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنجله بيت أمية أبن أبي الصلت في حسان أرى من مبلل حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظ أليس أبوك في مكان قينا لبل قيمات فسلا في الحفاظ يمعنيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا نهب الشواذ قال صدقت فمن نحاس قال هو الدخان الذي لا نهب له قال فهل تعيفه العرب قال نعم أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول هارش كذا بالأصول وهو مخالف لما ذكره أولا من أنه نابغة بني جعدة انتهى يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه محاسا وقال مباهد النحاس الصفر يذاب فيصب على عروسهم وكذا قال قتاد وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لربتكم الملائكة والزبانية بإرسال الله من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بشيماه فيأخذ بالنعاش والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هذه جميعاة هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى فإذا ان شقت السماء يوم القيامة كما ذلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من الآيات الوارذة في معناها فقوله تعالى وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية وقوله ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وقوله تعالى فكانت وردة كالدهنان أي تذوب كما يذوب الدردري والفضة في السبق وتتلون كما تتلون الأصباء التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك بشدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهداء حدثنا نافع أبو غالب الباهلي حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم قال الجوهري الطش المطع البعيف وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وردة كالدهنان قال هو الأذيم الأحمر وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس فكانت وردة كالدهنان كالفرس الورد وقال الأوفي عن ابن عباس تغير لونها وقال أبو صالح كالبرذون الورد ثم كانت بعد كالدهنان وحكى البغوي عوره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد تغير لونها وقال الحصر المصري تكون ألوانا وقال السدي تكون كلون البغلة الوردة وتكون كالمه كدردري الزيت وقال مجاهد كالدهنان كألوان الدهنان وقال عطاء الخراساني كلون دون الورد في الصفرة وقال قفادة هي اليوم خدراء ويومئذ لونها إلى الحمراء يوم ذي ألوان وقال أبو الجوزاء في الصفاء الدهن وقال ابن دويج تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إيمس ولا جام وهذه كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فهذا في حال وثم في حال يسأل الخرائق عن جميع أعمالهم قال الله تعالى فعربك لنسأل لهم أجمعين عن ما كانوا يعملون ولهذا قال قتابه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إيمس ولا جام قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأهلموا أعلموا بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا فهذا قول ثاني وقال مجاهد في هذه الآية لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم وهذا قول ثالث وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويرقون فيها كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم وقال الحسن وقتاده يعرفونهم بسداد الوجود وزرقة العيون قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثان الوضوع وقوله تعالى فيأخذ من نواصي والأقدام أي يجمع الزمانية ناصيته مع قدميه وعلقونه في النار كذلك وقال الأعمى فعلي بن عباس يأخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور وقال الضحاك يجمع من ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمي ويفتل ظهره وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو توبة ربيع بن نافة حدثنا مع عوة بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جدة أخبرني عبد الرحمن حدثني رذل من كدة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال نعم حين يضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي ويوم تريد وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال يوحى وعند الجسر حين يستحد ويستحر فقالت وما يستحد وما يستحر قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجمعة فأما المؤمن فيجوزه إلى يدهه وأما المنافق فأتعلق حتى إذا بلغ أسطه خر من قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه قالت فها رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه فإنما كذلك يهوي بيديه ورأسه إلى قدميه فتدربه الزبانية بخطاف في ناصفه وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاما قلت ما ثقل الرجل قالت ثقل عشر خلقات سمان فيومئذ يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام هذا حديث غريب جدا وفيه ألفاظ منكر وفيه ألفاظ منكر وفعه وفي الإسناد من لم يسمى ومثله لا يحتج به الله أعلم وقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أي هذه النار التي كنت تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا يقارل من ذلك تقريعا وتوبيخا وتصديرا وتحقيرا وقوله تعالى يترفون بينها وغين حميم آن أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء وهذه كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجعون وقوله تعالى آن أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك قال ابن عباس في قوله يطوفون بينه وبين حميم آن أي قد انتهى غلل واشتد حره وكذا قال مجهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي وقال قتابه قد آن طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض وقال محمد بن كعب القرضي يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويمق العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجعون والحميم الآن يعني الحار وعن القرضي رواية أخرى حميم آن أي حاضر وهو قول مزيد أيضا والحاضر لا ينافي معروي عن القرضية ولا أنه الحار كقوله تعالى تسقى من عين آنية أي حاضر شديدة الحر لا تستطاع وكقوله غيرنا عظرين إناه يعني استواءه ومتجه فقوله حميم آن أي حميم حار جدا ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إن داره لهم عن عذابي وبأسه مما يسجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قالهم تمن بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقال ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذات أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ابن الشيذب وعطاه الخراساني نزلتها به الآية ولمن خوف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق وقال ابن أبي فاتب حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية ابن قيس في قوله تعالى ولمن خوف مقام ربه جنتان نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله قال تاب يوما وليلة بعد أن تكمن بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة والصحيح أن هذه من آية عامة كما قاله ابن عباس وغيره يقول الله تعالى ولمن خوف مقام ربه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ولها النفس عن الهوى ولم يتع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله ودتنب محارمة فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما قال البخاري رحمه الله هدثنا عبد الله بن أبي الأسود هدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي هدثنا أبو إمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آميتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آميتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رضاء الكبرياء على وجهه في جنة عدم وأخرجه بطوية الجماعة إلا أبا ذاوذ من حديث عبد العزيز به وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي قوله ومن من دونهما جنتان جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين وقال ابن جليل حدثها زكري بن يحيى بن أبان المقر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى وإن سرق قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى وإن سرق فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال وإن رأينا أنف أبي الدرداء وعوام النسائي من الحديث محمد بن أبي حرملة به وعوام النسائي أيضا عن مؤمل بن هشان عن إسماعيل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الضرداء به وقبره موقوفا على أبي الضرداء وعري عنه أنه قال إن من خاف ما قام ربه لم يزني ولم يسرق وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا انتم الله تعالى على الشقرين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف ما قام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم نعت النتين جنتين فقال ذوات أفنان أي أعصال نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة فبأي آلاء يا ربكما تكذبان هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أعصان الشجر يمس بعضها وقال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا عمر بن علي حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عبد الله بن نعمان سمعت أكلمة يقول ذوات أفنان يقول ظل الأعصان على الحيطان أنا أن تسمع قول الشاعر ما هاد شوقك من هديل حمامة تدعو على ثمن الغصون حماما تدعو أبا فرخي صادف طاويا ذا مخلبين من الشقور قطاما وحكى البغاوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلب أنه الغصم المستقيم وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذوات أفنان ذوات ألوان قال وعلي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيث والمضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ واختراره ابن جبير وقال عطاء كل عسن يزمع فنونا من الفاكهة وقال ربيع بن عباس ذوات أفنان واسعة الفناء وكل هذه الأقوار صحيفة ولا منافات بينها والله أعلم وقال قتابه ذوات أفنان يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها وقال محمد بن إسحاق عيحي بن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن أسماها بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن منها راكب مئة سنة أو قال يستظل في ظل الفنن منها مئة راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال وعوذت المذي من حديث يونسى بن بكر به وقال حماد بن سلم عن ثابت عن أبي بكر بن أبي نوسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي قوله ومن دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق من ورق لأصحاب اليمين فيهما عيمان تجريان أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأعصان فتصنر من جميع الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الحسر المصري إحداث ما يقال لها تثمين والأخرى السلسبيل وقال عطية إحداث ما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين ولهذا قال بعد هذا فيهما من كل فاكهة زوجان أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء يربكما تكذبان قال إبراهيم بن حكم بن أبان عن أبيه عن أكرمة عن ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك دولا عظيما وفرقا بينا في التفاضل متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة ندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه من قاصرات الترف لم يتنفذن إن سنقر له ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم من يقوتوا من أرجى فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لإحسان إلا إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة والمراد بالاتكاء هاهما للتجاع ويقال الجلوس على صفة التربية على فرش بطائمها من استدرق وهو ما غلظ من الديباج قال أكرمة الضحاك وقتاده وقال أبو إمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب فنبه على شرف الظهار بشرف البطانة فهذا من التمليه بالأدنى على الأعلى قال أبو إسحاق عن هبيرف بن مريم عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائم فكيف لو رأيتم الظواهر وقال مالك بن دينار بطانتها من استدرق وظواهرها من نور وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استدرق وظواهرها من نور جامد وقال القاسم بن محمد بطائنها من استدرق وظواهرها من الرحمة وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائم ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى ذكر ذلك كله الإماه بن أبي حاتم رحمه الله وجن الجنينتين دان أي سمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا كما قال ثعالى قطوفها دانية وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليها أي لا تنتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهم فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهم قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن لم يطأهن أحد قبل أزواجهم من الإنس والجن وهذا أيضا من الأذلة على دخول مؤمن الجن الجنة قال أرطأة ابن المنذر سئل ضامرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة قال نعم وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات فذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة الرحمن لابن كثير ثم قال ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان قال مجاهده والحسن والمزيد وغيرهم في صحاء الياقوت وبياض المرجان فجعل المرجان هنا هنا اللؤلؤ وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا عبيب ابن حميد عن عطاء ابن السائب عن عمر ابن ميمون الأودين عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بواد ساقه من وراء سبعين حلة من حرير حتى يرى مخها وذلك قول الله تعالى كأنهم الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه وهكذا رواه التنبي من حديث عبيبة ابن حميد وابي الأحرص عن عطاء ابن السائب به وعواه موقوف ثم قال وهو صح وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل من أهل الجنة زوجتان من الحق للعين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخساقها من وراء السياب تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وقد روى مسلم حديث إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخر وإما تذاكر الرجال أكثر في الجنة أم النساء فقال أبي هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب بري في السماء لكل بئ منهم زوجتان اثنتان ليرى مخساقهما من وراء اللح وما في الجنة أعزب وهذا الحديث مخرج في السحيحين من حديث هنال بن منده وأبي زرعة عن أبي وعيدة رضي الله عنه وقال الإمام أحمد هدثنا أبو النطر هدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رضوة في سبيل الله أو أوحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قب يعني سوطة من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت مرأة موسائية للجنة إلى الأرض لما لأت ما بينهما ريحة ولقاب ما بينهما ولا نصيفها على رأس خير من الدنيا ومن فيها وعوه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقال المروي حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحاق الفعلبي أخبرني ابن فنجويه حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن دهران حدثنا الحجواذ ابن نوسف المكتب حدثنا بشر ابن حسين عن الزبير ابن عبي عن أنس ابن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال هل تذرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ولما كان في الذي بكر نعم عظيم لا يقاوم ما عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان ومما يتعلق بقوله تعالى ولمن خاف نقام ربه جنة نقام براغ الترميزي والبغوي من حبيث أبو المضل بن هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فرعوت يزيد بن ثنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل أنا إن سلعة الله غالية أنا إن سلعة الله الجنة ثم قال ترميزي غريب لا نعرفه إلا من حبيث أبي النضر وعوى البغوي من حبيث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويت بن عبد العزر عن عطاء بن يسعر عن أبي الدرداء أن من سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وإن زمى وإن سرق يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثانية وإن زمى وإن سرق يا رسول الله فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة وإن زمى وإن سرق يا رسول الله فقال وإن ربما أنفؤ بالبرداء ومن دور جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من الضعختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكمة ونخل ورمينا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا وقصورا فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمشهن إنسا قبلهم قبلهم ولا جنان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنتان 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 قبلهما في المرتبة الفضيلة المنزلة بنفس القرآن قال الله تعالى مدهنتان 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 لأصحاب اليمين وقال ابن عباس ومن دون ما جنتان من دون ما في الدرج وقال ابن زل من دونهما في الفضل مدهنتان ومدهنتان مدهنتان وقال فالتقديم يدول على الاعتماء ثم قال ومن الهدونين ما جنتان وهذا وظاهر في شرف التقدم وعلومه على الثاني وقال هناك دواية أثنان وهي الأعصار أو الفنور في الملائز وقال هاهنا مذهان متان أي سودوان من شدة الرين من الماء قال ابن عباس في قوله مذهان متان قد سودت من الخضرة من شدة الرين من الماء وقال ابن أبي الحاتم حدتنا أبو سعيد الأشج حدتنا ابن فضيه حدتنا عطار ابن السعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مذهان متان قال خضراوان وهي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبالي وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهن في إحدى الغرايات وعطاء وعطية العوفي والحسن المصري ورخي بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك وقال محمد بن كعب مذهان متان من فلئتان من الخضرة وقال كتابه خضراوان ممرض منهمتان ولا شك في مضارة الأرصام على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض وقال هناك فيهما عينا متجريان وقال هاهنا مضاختان قال علي بن أبي تبحث عن ابن عباس أي سياضتان والجري أقوى من المضخ وقال الضحاك مضاختان أي ممتلئتان ولوة مقطعان وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان وقال هاهنا فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا شك أن الأولى علمه أكثر في الأفراد والتنمية على فاكهة وهي مكرم في سياق الإثمات لا تعلم ولهذا ليس قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أفرد النخل ورمان بالذكر لشرفهما على غيرهما وقال عبد بن حميد حدثنا يشهد عبد الحميد حدثنا حسين بن عمر حدثنا مخارق عن طارق بن سهل عن شهاد عن عمر بن خطاب قال جاء الناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان قال أفأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعف قالوا فاقدون الحوائج؟ قال لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فإذن الله ما في بطونهم من أذى وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكاين حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها زنغ أحمر هامش كذا في الأرض وفي المغوي وورقها انتهى وذنوعها زنرد أكبر وثمرها أحلى من العسل وأليم من الزب وليس له عجم وحدثنا أبي حدثنا مهتم إسماعيل حدثنا حماد وابن سنغة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من الرمانها كالبعير المقتن ثم قال فيهن خيرات حسان قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله القتادة وقيل خيرات جنة وخيرة وهي المرأة الصالحة حسنة الخرق الحسنة الوجه قاله الجمهور وهو مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحرع لين يرمين نحمل خيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال حرع مقصورات في الخيان وهناك قال فيهن قاصرات الطرف وما شك أن التي قد قصرت طرفنا بنفسها أفضل ممن قصرات وإن كان الجميع مخدرات قال ابن أبي الحاتم حدثنا عمر بن عبد الله الأودين حدثنا وكيا عن سفيان عن جابر عن القاتل ابن أبي بزة عن أبي أبيبة عن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال إن لكل مسلم خير ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبياب ينخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لن تكن قبل ذلك لا ننفات ولا طمحات ولا دخيرات ولا زفيرات حرور عيون كأنها بيض مكنون وقوله تعالى في الخيان قال البخاريب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو إمران الجولي عن أبي بكل بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة المجوفة عضوها ستون ميلا في كل زاوية منهم أمن ما يعون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون وأراد أيضا من حديث أبي إمران به وقام ثلاثون ميلا وأخذه المسلم من حديث أبي إمران به ولمظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوله ستون ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي ربيع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتابة أخبرني خليف العصري عن أبي برداء قال الخيمة لؤلؤة واحدة فيه سبعون بابا من دور وحدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا جريز عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباث في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام قال خيام لؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربع فراسخ في أربع فراسخ عليها أربعة آلاف مصراء من ذهب وقال عبد الله بن واحد أخبرنا عمر أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيسى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدنى أمني جنة منزلة الذي له ثمانون ألف خار واثنتان وسبعون زادة وتنصب له قبة من بؤلؤ وزبير وياقوت كما بين الجابية وصنعان ورواب الترمجي من حديث عمر بن الحارث به وقاله تعالى لم يتمشهن إنسان قبلهم ولا جاعهم قد تقدم ليوسى ورأة إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله الأرالى متكئين على عفاف خضر وعلى قريب حسن قال عبد بن أبي طلحة عن ابن عباس عفاف المحابس وكذا قال مجاهد وأكلمة الحسن وقتابة البحاك وغيرهم هي المحابس وقال العلاء بن زيد عفاف على السرير كهيئة المحابس المتدلي وقال عاصم الجحدر متكئين على عفاف خضر يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواوات عنه وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بش عن سعيد بن جبير في قوله تعالى متكئين على عفاف خضر قال عفاف رياض الجنة وقلبه تعالى وعلى قريب حسام قال ابن عباس وقتابة والضحاك والسدن العبقري الزرابي وقال سعيد بن جبير هي أتاك الزرابي يعني جيادها وقال مجاهد العبقري الديباج وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى وعبقري الحسام فقال يا بوسة أهل الجنة ما آبى لكم فاطلبوها وعن الحسن رواية أنها المعافق وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر أصفر وأخضر وسئل العناء بن زيد عن العبقري فقال البصة أسفل من ذلك وقال أبو حرزة يعقوب بن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد وقال أبو العالية العبقري التنافس المحملة إلى الرق ماهي وقال القيسي كل فوض موشا عند العرب عبقري وقال أبو أبيض هو منسوب إلى عرب يعمر من الوشي وقالت خبير المحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فرم أرى عبقرية يتري فريح وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين عفعوا أعلى من هذه الصفة فإن المقلقاء لهناك متكئين على فرش بطائمها من استبراء فنعث بطائم فرشهم وسكت عن فرائلها اكتفاءا بما نبح منه بطائم بطريق الأولى والأحر وتمن خاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فعصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوه عديدة في تفضل من جنتين الأولوين على هاتين الأخياتين ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يغصى وأن يكرم فيعمد ويشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام وذي العظمة والكبرياء وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن جاوين حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن سودانة عن عمين بن هارق عن أبي عزراء عن أبي البعداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيل النعوى يغفر لكم وفي الحديث الآخر إن من إجراء الله إكرام بالشيبة المسلم وذي السلطان وحامي القرآن غير الغاري فيه ولا الجافي عنه وقال الحفظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمن ابن إسماعيل حدثنا حمد حدثنا حميه الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألف ذو بيان الجلال والإكرام وكذا رابط المزي عن محمود بن ريلان عن مؤمن ابن إسماعيل عن حمد ابن سلم ثم قال غارط المؤمن فيه وهو غريب وليس بمحفوظ وإنما يهوى هذا عن حمد ابن سلم عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبدالله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدس عربي عن تبني عامش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألب بذي الجلال والإكرام وعراب النزائي من حديث عبدالله بن المبارك به وقال التوهري ألب فلان بفلان إذا لزم وقول لهم مسعود ألب بينا فالجلال والإكرام أي يلزم يقال الإلظاظ هو الإلحاح قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم وهو المداومة واللزوم والإلحاح وفي صحيح مسلم والسمن الأربعة من حديث عبدالله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقبل ما يقول الله ما أنت السلام ومنه كالسلام تباعكت يا ذا الجلال والإكرام آخر تفسير سورة الرحمن ولله حمد والمينة تفسير سورة الواقعة وهي مكية الصفحة الحادية والثمانون والمئتان قال أبو إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال ما رضا عبد الله ما الله الذي توفي فيه فعاد 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 هو أسمان المعفان فقال ما تشتكي قال ذنوبي قال فما تشتهي قال رحمة ربي قال أنا آمر لك بطبيب قال الطبيب أمرضني قال أنا آمر لك بعطاء قال لا حاجة لي فيه قال يكون بناتك من بعدك قال أتخشى على بنات الفقر إني أمرت بامنتي لأقرأنا كل ليلى سورة الواقعة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تسبه ثاقة أبدا ثم قال ابن عساكر كذا قال والسواب عن شجاع كما رواه عبد الله عن السرين وقال عبد الله أخبار السرين بن يحيا أن شجاع حدثه عن أبي ظبيه عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تسبه ثاقة أبدا فكان أبو ظبيه إلا يدعوها وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن ملي عن السرين بن يحيا عن شجاع عن أبي ظبيه عن أبي مسعود ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن بن عدم عن السرين بن يحيا عن أبي ظبيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تسبه شرقة أبدا لم يذكر في المسنده شجاع قال وقد أمرت بناتي أن يقرأ مه كل ليلة وقد رواه معساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي يمان عن السرين بن يحيا عن شجاع عن أبي فاطمة قال ما رضا عبد الله فأتاه عثمان بن عثان يعوده فذكر الحديث بطوله قال عثمان بن يمان كان أبي فاطمة هذا مولى لأعلي بن أبي طالب وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحيا بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله عليه ويسنم ويسنل الصلاة كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان وخفش كان صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقع ونحوها من الصور بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة وغفعة إذا رجت الأرض عجا وقصت الجبال بسا فكانت هباء من بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنتنا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمتنا أصحاب المشأمتنا والسابقون السابقون علماء المنوائك المقربون في جنات النعيم الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كلمها ووجودها كما قال تعالى فيومئذ وقاعة الواقعة وقوله تعالى ليس لوقعاتها كاذبة أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها كما قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوما لا مرض له من الله وقال سأل سائل بعذاب ويقع بالكافرين ليس له دافع وقال تعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم فخف الصور عالم والشهادة هو الحكيم الخبير ومعنى كاذبة كما قال محمد المكعب لا بد أن تكون وقال قطابه ليس فيها مسنوية ولا ارتباط ولا رجع من فضلك تابع بقية المادة قالت مجرير والكاذبة مصدر كالعاقبة والعنفية وقوله تعالى خافضة الرافعة أي تغفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء وترفع آخرين إلى أعلى علين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو يزيد بن عبد الرحمن بن نصعب المعنى حدثنا حميد بن عبد الرحمن غواسي عن أبيه عن سماك عن أكلمة عن ابن عباس خافبة الرافعة تغفض أقواما وترفع آخرين وقال أبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة بن خارة عمر بن الخطاب خافبة الرافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة وقال محمد بن كعب تغفض رجال من كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجال من كانوا في الدنيا مخفوضين وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين وقال العوفي عن ابن عباس خافضت الرافعة أسمعت القريب والبعيد وقال اكرمة خفضت فأسمعت الأبنى ورفعت فأسمعت الأقصى وكذا قال الضحار وقتاده وقول المتغانى إذا عجت الأرض رجا أي حركت تحريك فاهتزت وقتربت بطولها وعرضها ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعير واحد في قوله تعالى إذا عجت الأرض رجا أي زلزلت زلزال وقال ربي ابن أنس ترج بما فيه كرج الغربال بما فيه وهذا كقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزال وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقوله تعالى وبست الجبال بس أي فتت فت قال له ابن عباس ومجاهد وعكلمة وقتادة وغيرهم وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى كسيبا مهيلا وقوله تعالى فكانت هباء منبسة قال ابو اسحاق عن الحارس عن علي رضي الله عنه هباء منبسة كأهد العبار يستع ثم يزنب فلا وقع منه شيء وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبسة الهباء الذي يطير من النار إذا اطرنت يطير منه الشعر فإذا وقع لم يكن شيئا وقال أكلمة المنبسة الذي قد ذرته الريح وذشته وقال قتادة هباء منبسة كيبيس الشجر الذي تذرور الرياح وهذه من آية كأخراتها الدول على زوار الجمال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيروتها كالعهم المنفوش وقولهم تعالى وكونتم أزواجا ثلاثة أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف قوم عن يمين العرش وهم الذين خرضوا من شق آدم الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمان ويؤخذ بهم ذات اليمين قال السبين وهم دمور أهل الجنة وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرضوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار أيادا بالله من صنيعهم وطائفة سابقون بين يديه عز وجل وهم أخص وأحضر وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم فيهم الغطل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين ولهذا قال تعالى فأصحاب الميمنتنا وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمتنا وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع ثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم أقاطا صيد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه قال سفيان الثوري عن دوبر الجعفي عن مجاهد عن عباس في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال هي التي في سورة الملائكة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقاتا صيدهم ومنهم سابق بالخيرات وقال ابن جريج عن ابن عباس هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة وقال يزيد الرقاشي سألت ابن عباس عن قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال أصنافا ثلاثة وقال مجاهد وكنتم أزواجا ثلاثة يعني فرقا ثلاثة وقال ميمون بن مهران أفواجا ثلاثة وقال أبي الله العدكي عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب وكنتم أزواجا ثلاثة إثنان في الجنة وواحد في النار وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي فور عن سماك عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل وذل من كل قوم كانوا يعملون عملة وذلك بأن الله تعالى يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الدرباء وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنة حدثنا البرار الغنوي حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآلة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إذا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن حدثنا بن رهيعة حدثنا خالد بن أبي أمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل من الله يوم القيامة قال الله ورسوله أعلم قال الذين إذا دعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام وقال السديي هم أهل علميين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس والسابقون السابقون قال يوشع بن نون سبق إلى موسى ويؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى وعليم بن أبي طالب سبق إلى محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل الندائن البزار عن سفيان بن الضحاك الندائن عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وقال ابن أبي حاتم وأذكر عن محمد بن أبي حاتم حدثنا مهران عن خاردة عن قرة عن ابن سيرين والسابقون السابقون الذين صلوا إلى القبلتين وهو المجرير من حديث خارج تبه وقال الحسن وقتابه والسابقون السابقون أي من كل أمة وقال الأزاعي عن عثمان بن أبي سيدة إنه قرأ هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم قال أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله وهذه الأقوال كلها صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى شعر الخيرات كما أمروا كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولهذا قال تعالى أولئك المقربون في جنات النعيم وقال ابن أبي الحاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكري الفزاري الرازي حدثنا خارجة بن مصر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال قالت الملائكة يا رب جعلتني بني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزودون فاجعل لنا الآخرة فقال لا أفعل فراجعوا ثلاثة فقال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ثم قرأ عبد الله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقد رأى هذا الأثر الإمام غصمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولبضه فقال الله عز وجل لن أجعل صالح ذردية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ثلة من الأولين وقبيل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم خير مما يشتهون وحور عميم كأمثال يؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية وبالآخرين هذه الأمة هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنه ابن أبي حاتب وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ولم نحكي غيره ولا عذاب إلى أحد ومما يستأنس له لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا شغيك بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني وعواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر عن شغيك عن محمد بياع المناء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره وقد غير من حديث جابر نحو هذا وعواه محافظ بن عساكر من طريقه شام بن عمار حدثنا عبد عبد إبن صالح عن غروة بن رويل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال عمر ورسول الله ثلة من الأولين وقليل من قال فأنسك آخر السورة ثم نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر تعالى فاسمع ما قد أنزل الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ألا وإن من آدم إلى ثلة وأمة ثلة ولن نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاية الإبن ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هكذا أورده في ترجمة عوات بن روين إسنادا ومتنى ولكن في إسناده نظر وقد ورد الطرق كثيرة متعددة بقوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون غروب على أهل الجنة الحديث بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة ولله الحمد والمنة وهذا الذي اختاره ابن جبيل هاهنا فيه نظر بل هو قول ضعيف لأن هذه الأمة هي خير الأمة ببنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها أكثر منها اللهم إلا يقار بل مجموع الأمم بهذه الأمة والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم فالقول الثاني في هذا المقام هو راجح وهو أن يكون المراد بقوله تعالى سلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة قال ابن أبي حاتم هدثنا الحسن بن محمد بن الصباح هدثنا عفان هدثنا عبدالله بن بكر المزنين سنعة الحسن أتى على هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون فقال أما السابقون فقد مضعوا ولكن الله أمه مجعلنا من أصحاب اليمين ثم قال هدثنا أبي هدثنا أبو الوليد هدثنا السبيل بن واخية قال قرأ الحسن والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قال ثلة من من مضع من هذه الأمة وحدثنا أبي حدثنا عبدالعزيز بن المهورة المنقري حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال كان يقولون أو يرضون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة ولا شك أن أولا كل أمة خير من آخرها فيحتمل أن تعمى الآية جميع الأمة كل أمة بحسبها ولهذا ثلت في الصحاح وغيرها من غير وجه أما رسول الله سلم قال خير القرون قامي ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم الحديث بتمامه فأما الحديث الذي رغاض الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا زياد أبو أمر عن الحسن عن عماي بن ياسر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخر فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى قائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإنهارها والفضل المتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد فإنه لو لاه ما نبت في الأرض ولا يتعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرب من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة وفي لفظ حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك والغرض أن هذه الأمة أشرف النساء للأمم والمقربون فيها أكثر من عيدها وأعلى منزلة لشرف دينها وأوام نبيها ولهذا ثبت بالتواطر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وفي لطب مع كل ألف سبعون ألفا وفي آخر مع كل واحد سبعون ألفا وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا إيشان بن يزيد الطبراني حدثنا محمد هو ابن اسماعيل ابن عياش حدثني أبي حدثني بمضمي عن ابن زرعة عن شريح هو ابن عبيبي عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي بيبه لا يبعثن منكم لأن القيامة مثل الليل الأسود زبع جميعهم يحيطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام وحسن أن يذكرها هنا عند خوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الحديث الذي نرام حافظ أبو بكر البيهقي في جلائل النبوة حيث قال أخبرنا أبو نصر ابن قتابة أخبرنا أبو عمر بن مطر أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن المستفاد في رياب حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني حدثنا سليمان بن عطاء القراشي الحراني عن مسلم ابن عبد الله الجهني عن عمي بن مشجعة ابن ربعي عن أبي زمل الجهني رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت صبح يقول وهو ثاني الرجلي سبحان الله وبحمده يستغفر الله بإذن الله كان توابى سبعين مرة ثم يقول سبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤية ثم يقول هرأى أحد منكم شيئا قال أبو زمن فقلت أنا يا رسول الله فقال خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا الحمد لله رب العالمين واقصص رؤياك فقلت رأيت جميع الناس على طريق الرحب سهل لا حد والناس على الجاذة منطلقين فبينما هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترعين مثله يرف رفيثا يقطر ماءه فيه من أنواع الكلأ قال وكانوا بالرئلة الأولى حين أشفقوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا قال فكأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرجالة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنهم المرتر ومنهم الآخر الضغف ومضوا على ذلك قال ثم قادم أعظم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأني أنظروا إليهم يميلون يميل وشمالا فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى المرج فإذا أرى بك يا رسول الله على نمبل فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عيّمونك رجل آدم شائل أقنى إذا هو تكلم يسمو فيقرع رجال طولا فإذا عيسارك رجل ربع باز كثير خيلان وجه كأنما حم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إكراما له وإذا أنا مذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كنكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها قال فانتقى لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سوري عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما رأيت من الطريق السن والرحب الناحد فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه وأما المرض الذي رأيت فالدنيا وغدارة عنشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعنق منها بشيء ولم تتعلق منها ولم نردها ولم تردنا ثم جاءت الذئانات الثانية من بعدنا وهم أكثر منها أضعافا فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغف ونزعوا على ذلك ثم جاء عظم الناس فمعلوا في المرضي منا وشمالا فإنا لله وإنا إليه عاجعون وأما أنت مضيت على طريقة صالحة فلن تزال عليها حتى تلقاني وأما المنبر الذي رأيت فيه سبع ضعجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا وأما رضو الذي رأيت عي أمين الآدم الشائل فذلك موسى عليه السلام إذا تكلم يعلو رجال بفضل كلام الله إياه وإذا رأيت والذي رأيت عي سار الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء فذلك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بيه خلقا ووجها فذاك أبونا يراهين كل ما نأمه ونقتدي به وأما المنقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة عين تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي قال فما سأل رسوله ويصلى الله عليه وسلم عن رؤية بعد هذا إلا يجيء رجل فيحدثه به بها متبرعة وقوله تعالى على سرع موضونة قال ابن عباس أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به وكذا قال مجرم وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتدة والضحاك وغيره وقال السدي معمولة بالذهب والنؤل وقال عكرمة مشبكة بالدرج والياقوت وقال ابن جريد ومنه يسمى وظيم الناقة الذي تحت وقنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ وقاله تعالى متكئين عليها متقابلين أي وجود بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد يطوف عليهم ولدان مخلدون أي مخلدون على صفة واحدة لا يتكبرون عنه ولا يشيبون ولا يتغيرون بأكواب وأباريق وكأس من معين أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهمابات والجميع من خمر من عين جارية معين ليس من أوية تنقطع وتفرق بل من غيون سارحة وقوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف أقولهم بل هي شابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة ورود حق عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيب والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزمها عن هذه الخصال وقال مجمد وأكرمة وسعيد بن زبير وعطية وقتابة والسجل لا يصدعون عنها يقول ليس لهم فيها صداع رأس وقالوا في قوله ولا ينزفون أي لا تذهب بعقولهم وقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها ويدل على ذلك حديث إكراش بن ذؤين الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي ورحمه الله في مسنده حدثنا العباس بن الوليد الترسي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سومة حدثنا عبير الله ابن إكراش عن أبيه إكراش بن دؤين قال بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت النبينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي قال وهذه الصدقة مرة ابن عبيد فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسمى بميسم إبل الصدقة وتدم إليها ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلم فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنه كالقصعة كثيرة السريد والوذر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده المسرى على يدي يم فقال يا إكاش كل من موضع واحد فإن من طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رتب شك عبيد الله رتبا كان أو تمر فجعلت آكل من بين يدي وجعلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا من ماء فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ومسح ببلل كفه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة ثم قال يا إكراش هذا الوذوب مما غيرت النار وهكذا رأيه تلمزيه مطورا وابن ماجهة جميعا عن محمد بن بشار عن أبي الهديل العلاء بن الفضل به وقال تلمزيه غريب لا نعرفه إلا من حديثه وقال الإمام أحمد حدثنا بهد بن أسد وعفان وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا فربما رأى رجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فإذا أسمع عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه فأتتها برأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني أتيت فأخرجت من النذين فأدخلت الجنة فسمعت وجبة امتحدت لها الجنة فنظرت فإلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فسنت 12 رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سريفا قبل ذلك فجيئ بهم عليهم سياب طيس تشخب أودادهم فقيل ذهبوا بهم إلى نهر البيضخ أو البيضخ قال فأمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاء فما يقلبونها من وجن إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم فجاء البشير من تلك السرية فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياكي فقصتها وجعلت تقول فجيئ بفلان وفلان كما قال هذا لب أبي يعلى قال الحافظ ابدياء وهذا على شرط مسلم انتهى تفسير سورة الرحمن قررنا عليكم أحمد عزة انتهت هذه المال ولكم تحيات أخوانكم في شبكة بالألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة